بعد مرور شهر واحد من عام 2023 يستمر العنف المسلح في الألقاء بظلاله أيضا على الولايات المتحدة في يناير شهدت الولايات المتحدة حوادث توسعة نطاق لإطلاق النار تسببت في خسائر فادحة يصبح شهر يناير الأكثر وقوعا لحوادث إطلاق النار واسع النطاق في السنوات الخامسة الماضية في أول يوم من عام 2023 وقعت ست حوادث إطلاق نار واسع النطاق في ولاية بنسلفانيا ونورث كارولينا والولايات الأمريكية الأخرى وفي يناير من هذا العام شهدت ولاية كاليفورنيا وحدها سبع حوادث إطلاق نار مميتة ووفقا لموقع أرشيف العنف المسلح الأمريكي فإنه حتى الثلاثين من يناير وقع خمسون حادث إطلاق نار واسع النطاق أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل في الولايات المتحدة في عام 2023 حيث قتل ما يقرب من ثلاثة آلاف وخمسمائة شخص جراء الحوادث المتعلقة بالأسلحة النارية مع إصابة أكثر من ألفين وستمائة شخص بإطلاق نار منذ سنوات كانت السيطرة على الأسلحة نقطة محورية في لعبة السياسيين من الحزبين في الولايات المتحدة وفي الوقت نفسه قدمت المنظمات المناهضة للسيطرة على الأسلحة من أبرزها الرابطة الوطنية للبنادق ومصنع الأسلحة تبرعات سياسية للسياسيين الأمريكيين منذ وقت طويل بهدف منع تشريع السيطرة على الأسلحة ونشرت صحيفة نيويورك تايمز مؤخرا مقالا قالت فيه إن ظهور حوادث إطلاق النار واسعة النطاق والمتتالية أظهر واقعا سياسيا في كابيتول هيل وهو حتى لو وقعت هذه السلسلة من المجازر التي صدمت لولايات المتحدة فمن غير المرجح أن يعزز الكونغرس التوافق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لاتخاذ أي إجراءات جديدة للسيطرة على الأسلحة شكرا